تحولات جذرية شهدتها دول الخليج العربي في استراتيجياتها الاقتصادية مدفوعة بالحاجة الملحة لتنويع مواردها بعيداً عن النفط من هنا برزت صناعة الترفيه كأداة فعالة لتحقيق هذا الهدف حيث استثمرت هذه الدول وخاصة المملكة العربية السعودية مليارات الدولارات في تطوير البنية التحتية للترفيه واستقطاب الفعاليات العالمية ما عزز بالفعل من قدراتها على تنشيط الاقتصاد المحلي كبناء المدن الترفيهية الضخمة، استضافة الأحداث الرياضية الكبرى تنظيم المهرجانات الموسيقية العالمية وتصوير الأفلام الهوليوودية على أراضيها كلها أمثلة فقط عما تشهده وتحققه دول الخليج على طريق تنويع اقتصاداتها النجاحات التي جاءت نتيجة الجهود المتواصلة رغم التحديات تشير إلى إمكانية تحقيق مستقبل المشرق لهذا القطاع فيما يبقى التحدي الأكبر في كيفية الحفاظ على استدامة هذه المشاريع وضمان قدراتها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة على المدى الطويل ولتعزيز استثماراتها، لجأت دول الخليج إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في تصميم وتنفيذ المشاريع الترفيهية وتطوير برامج تدريبية للشباب لتأهيلهم للعمل في هذا القطاع مثلاً، السعودية تجهت الرياض بقوة نحو صناعة الترفيه مما مكنها من منافسة الدول العربية الأخرى في هذا المجال هذا الأمر انعكس على المبادرات التي أطلقتها كموسم الرياض وموسم جدة التي مثلت إلى جانب فعاليات أخرى نماذج بارزة للتطور الاقتصادي والثقافي في المملكة فمثلاً، موسم الرياض شكل أحد أبرز المشاريع الترفيهية التي أطلقتها السعودية بهدف تعزيز استياحة الثقافية والترفيهية حيث تبلغ تكاليف تنظيمه نحو 6.4 مليارات دولار بين تنظيم عروض موسيقية، فعاليات ثقافية، وأنشطة ترفيهية متنوعة تستهدف جذب الزوار من داخل وخارج المملكة أيضاً، موسم جدة الذي أعيد إطلاقه بعد فترة توقفه بسبب جائحة كوفيد-19 نجح في إحياء السياحة الترفيهية في المدينة وجذب السياح والمستثمرين بميزانية ضخمة تجاوزت 2.6 مليار دولار هذه المشاريع وغيرها هدفها تحقيق رؤية 2030 ومن بين القطاعات الرئيسية التي تستثمر فيها المملكة بشكل كبير قطاع الألعاب الإلكترونية، الذي شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات السبعة الماضية حيث تسعى إلى أن يسهم هذا القطاع بـ 13.3 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 إلى الإمارات، وخصوصاً إمارة دبي التي تحولت إلى مركز عالمي للترفيه حيث تعتبر المشاريع مثل الوصل بلازا في موقع معرض إكسبو 2020 وريم مول في أبوظبي من الأمثلة البارزة على الاستثمارات الضخمة في قطاع الترفيه أما قطر فقد بدأت تنفيذ خطتها لإنشاء مدينة ترفيهية عملاقة بتكلفة تقدر بنحو 5.5 مليار دولار وذلك على مساحة تبلغ 8 ملايين متر مربع بهدف تنشيط القطاع وتقليل إنفاق المواطنين على السفر خارج البلاد للترفيه كذلك تواصل مملكة البحرين خطتها الحثيثة لتطوير قطاع الترفيه وترك بصمة واعدة في هذا المجال حيث تستضيف عدداً من الفعاليات والمهرجانات الترفيهية الفريدة من نوعها ومن أبرزها بطولة فرميلوان التي تجذب الألاف إلى البلاد إلى جانب تأجير القوارب وجولات المتاحف والعروض المسرحية وغيرها طبعاً هذه لمحة عن بعض دول الخليج فاللائحة تطول هذه المنطقة الحاضنة للتراث العربي تتمتع بجغرافيا استثنائية وهو ما يزيد فرص تحقيق أهدافها ويعزز من مكانتها كوجهة للترفيه عالمياً ومركزاً للاستثمارات الدولية ترجمة نانسي قنقر